السلام عليكم ورحبا بكم الناس الجياس كاتد توجهون مع جديد أخبار شبيب تقابائل نحكي في هذا الفيديو عن تصريحات ميلود حمدي في الندوة الصحفية وماذا قال للجمهور والشبيب وعلى الضغط وأيضا تذكيرتي وما وصل إليه الجمهور شبيب تقابائل من شراء التذكير أيضا واشقال يا ريشان دلوا الناس لايك للفيديو وابوني في القناة وتركونا تعليق نبدأ بالندوة الصحفية وما قاله ميلود حمدي ميلود حمدي في الندوة الصحفية جماهير شبيب تقابائل ستلعب دورا مهما في المباراة نتمنى أنه يزيد جمهور شبيب القبائل لأنه حتى الساعة رو 18 ألف بيعت تذكيرت لهذه المباراة من جمهور شبيب القبائل أيضا ما قاله ميلود حمدي سنواجه فريق كبير لديه خبرة في المنافسة وسنعمل على الفوز عليه إن شاء الله المهم الهدف الرئيسي للفريق وضمى البقاء في القسم الأول تأجيل مباراة اتحاد العاصمة سامح لنا بتركيز على المباراة واسترجاع المصابين حمد لله هذه الحجم لها أن نسترجع المصابين اللاعبين أمام فرصة ثانية لمواصل التألق وكتابة التاريخ من جديد يعني التألق يقصد به في كأس رابطة أبطال إفريقية شبيبة القبائل الكبير إفريقيا بتاريخه وتقاليده في المنافسة ليس لدينا أي ضغط لأننا سنلعب بحرية أكبر مقارنة بالمنافس شبيبة قبائل ليست في نفس وضعية التاريخ التونسي وهذا بالنظر إلى وضعيتنا محليا رغم وضعيتنا الصعبة إلا أن المنافسين يأخذون كل احتياطاتهم وهذا لا يدل أننا ضعفاء أشكر اللاعبين القدم الذين قاموا بزيارة الفريق ورفعوا من معنويات اللاعبين كل هذا في الندوة الصهوفية وكل ما قاله وأهم ما قاله ميلود حمدي في الندوة الصهوفية نتمنى توفيق وفقط في هذه المباراة ربما صح شبيبة ما عندهش ضغط كبير في هذه المباراة ولكن على الجمهور أن يكون حاسما في هذه المباراة لأنه ضغط الجمهور راح يولد ربما هذه التاقة الإيجابية لللاعبين ونتمنى أن تكون إيجابية هذه المرة من اللاعبين على الأقل على الأقل ردود جميلة لما يقوم به الجمهور تشبيب القبائل اتجاه فريقهم فريق القبل نتمنى ذلك ما قاله ياريشان حسب صحيفة كومبيتيسيون ياريشان سنلعب حدودنا كاملة هذا ما قاله ياريشان أيضا جاء في أجريدة شبيب القبائل أخذ السبق إلى دور نصف نيائي واستدعاء وطارة لهذه المباراة يعني هدتني وطارة لغس لغس كبير لغس كبير كثير قادي يلوفي يقول لك أقول تراه منيه راه منيه ولكن نهار جاء في البداية كان منيه والكل يشهد على ذلك لسته أنا من قلت فقط الكل كان يعني يهضر وطارة ولما كان يسجل أهداف ولكن صح هذا العام ونهاية العام الفارط كارثة وطارة لغس كبير لكم التعليق دلونا سعر لايك الفيديو وابوني في القناة وتركونا تعليق مع فيديو جديد وأخبار جديدة سلام خوتي